لو كلمنا على التنمية العمرانية وهنا يمكن كان أهم شيء ودي كان يعني الرؤية الثاقبة اللي نبدأ بيها هو إزاي الربط الكامل ما بين غرب قناة سويس والشرق قناة سويس أو قليم سيناء وده كان من خلال رؤية متكملة للربط بمجموعة من المحاور اللي هي بنعتبرها شرائمين التنمية اللي تربط من أقصى شرق مصر إلى أقصى غربها مروراً بمجموعة من الأنفاق والكباري اللي بقت بمثابة فعلاً هي دي روابط لعملية التنمية إحنا بنيجي نتكلم على الربط فقط الربط البري بنجد إن إحنا عندنا خمس أنفاق تحت قناة سويس أضيفة للنفق الوحيد اللي كان موجود اللي هو نفق الشهيد أحمد حمدي في السويس إحنا النهاردة أصبح لدينا ستة أنفاق عندنا سبع كباري عائمة وعندنا أيضاً مجموعة هائلة من شبكات الطرق اللي تم تنميتها اللي تصل أو تتجاوز 3000 كم من الطرق